السلام عليكم الفيلم دينا كي بدمه هذا رجل كبير في الله اسمه ستون اللي اختاري عيش اخر ايامه بعيد على عائلته وكان وقته كامل كمشيف الجردة دياله اللي كان كيزرع فعل ورد وكان كيعتاني بيه باش يشارك في حد المسابقة دي الاحسن ورد في امريكات ستون دي الورد دياله وقدموه في المسابقة وكانت منافسة كبيرة بينه بين المشاركين ولكن قدر في الاخر هو اللي يربح المسابقة وكان فرحان بزيف لهذا الانجاز اللي حقق ووقته كامل ممشيش في الخاول في نفس الوقت بنته ايريس كان عندها نار دي الارث ولكن ستون ما غادش يقدر يحضر كان مرايح في حد البارك يحتفل مسحابه بالرباح دي المسابقة وغاد يبقى في الحال بزيف على ابوها حيث محضرش معها في نار كبير بحال هذا داز 12 عام وغاد يضطر ستون اخوة دار دياله بسبب دوره في المادة اللي كان منها وغاد يرجع يطلع لها الائلة دياله وما شفته الحافظة دياله جيني فرحات بي وقتا ما كان يجيل عندهم وكانك حساب الاب اللي جاي يحضر للارثة وقالت لي تعالى نوريق الخضيب دياله وغاد يتلاقب بنته ايريس اللي كانت كاعي عليه وما بغاش تدوى ما ومشيت وغاد يدوى مع مراته ونكدات عليه وقالت لي انت بينا غير ملقى ديش فيه نتسكن وجيت العدنى وما جابك الارث وحياتك كاملة انت غابر علينا وفضلت تعيش بوحدك وبنتك محضرتيش الارثة ستون قال لها انت حياتك كاملة تبقى نيكا دياله لاني كنت نخدم ستين ساعة في الصمانة باش نوفر لكم كل شيء وغاد يخليه يمشي وبقى في جيني الحال بزاف واحد من المعارف ديال جيني اللي كان حاضر في الارثة فالشاف ستون غاد يتبعه وبقى مجممه معه وعرفوه كان شي فور كتر من 41 عام بلما ياخد شي مخالفة ولا يدير شي حادثة اخونا قال لنا نعرف ناس خاصهم شي فور ديالهم السلعة ويخلصوك بالمزيان وغاد ياخد العنوان ديالهم وغاد يقدر يطبر على الاسريف ويعاول الحافيذة دياله جيني ستون مشى العنوان اللي هتاخونا وغاد يحلو لي الخوط لغاراج ومع دخل عندهم غاد يبان من شكلهم عصابة ديال المجرمين حطوا لي الساك في الطنوبيل وعطوا تليفون وقالوا لي لسونا لك تليفون جوب وما تحاول تصوني بيه وفشت وصلوا طليف العنوان خلي الطنوبيل بسوارتها ورجع من بعد ساعة لنفس بلاسا وغاد يتلقى طنوبيلتك والفلوس ديالك وسطا وغاد يوسيوه ما يحلص الساك وهدو باللي كعارفو عليه كل شي وذلك الشي اللي غاد يطرى ستون وصل العنوان وخلت طنوبيلة دياله ومن بعد ساعة رجع ولقى الفلوس وغاد يتفاجئ حيث كانت فلوس كثيرة بالمقارنة بالمسافة اللي يضرب من وراها ستون رجع للعرس ديالجيني وكانت فرحانة بي حيث متخلاش عليها وغاد يتشقروا عليه الفلوس اللي يدفع لها في العرس وعاونها بيها من وراها مش يريح ممراته بشي قد مع الخاطر ولكن عاو تاني نقداته علي وغاد يجمع الوقفة دازلوقت ستون قدر يرجع الدار دياله اللي مشات لي وشرطه مبيلة جديدة وغاد يمشي عند العصابة وهد المرة وغاد يدليهم سالة كثيرة عن نفس بلاسا وغاد يهرسوا لي التليفون القديم وعطواه واحد جديد وقالوا ليران خلاص ديالك قد يزيد على المرة اللولى ستون حدق الحلاوة لفلوسهم ولا مرسمه ليسابه ولكن ما كانش عارف شنوك يوصل لهم وغاد يدخلوا الشك وغاد يعرف شنوكين وغاد يحول الساك ولقاه عامر بالبيضاء وغاد يتفاجئ وكان مصدوم ومع السد الساك شايفوا احد البوليسي وجل عنده وغاد يسولوا ليش وقف هنا وشنو هزمه وقال لي ستون رغيروا حد الماكلة غاد يبال والدي البوليسي اسمع الكلب دياله كين بحف الطنوبيل ومشي يشوفه وغاد يعرف ستون بلي الكلب شم الريحة البيضاء ومشي يجري اخوه في ايدي لمعجون دي السنان ومعجي عنده الكلب حط لي يدنيه في نيفو باش ميبقاش يشمش ريحة اخرى البوليسي جا عنده اخذ الكلب دياله وغاد يسلم عليه ومشاه وخرجه الجره سليمة ستون من ورها الفلوس كتريت له وغاد يشروح احد القايا اللي كان يجمع فيه مسحابه وجهزه وقدر يخلص جميع الدويل اللي كانت عليه وبقى مكمل في الخدمة ديال التهريب ويحتوي واحد معيق به الخبار ديالستون غادي توصل الشيف ديالالعصابه في الميكسيك وهذي قرر ركت اللي من السلعة ويحط لي واحد يراقبه اسميثه جوستافو اللي غادي يمشي عند ستون ووسيه يبقى على نفس الخدمة اللي كيدير وميحاورش يقف الطريق اللي بالدلق ويلتازم بالتوقيت والتعليمات اللي كيطعوه وهذي هزه لي فردي وهدو يطبق ادشي بالحرف وبقى تعبهم اللور كيراقب فيه فشو سريح للتامل التهريب معهم ستون غادي يخالف القوانين ووقف الطريق حيث شفو حد العائلة مبلطاق بسبب طنوبيلاء اللي خسرت لهم ووقف بشي عاونهم وهذا يخلي جوستافو اللي ما خايفين اللي يحصلوا ويضرب لهم كل شيف الزيره وقدر فالأخر ستون يوصل السلعة لبلاسة اللي اعطوه واختب الدل الطريق جوستافو غادي صوني للشيف ديالالم وكان كاعد وقال لي راني قد نقتل ستون حيث ما كيتبعش تعليمات ديالنا وكيبدل الطريق اللي كان عطيه وقال لي الشيف خليه يخدم براحته حيث اهم حاجه عندنا يسل العاكد وصل في الوقت وقال لي راب التصرفات طبيعي دياله في الطريق هي اللي خلات البوليس ما يوصلوش لي هاد المدة كاملة الفرقات المكافحة المخدرات شافت بلي العملية ديالالتاريب كتره في الايام الاخرى وما قادروش يععرفو شقول مورا هادشي واختا خدمه معا موحذ برقاق اللي كان خدام في العصابات ديالالتاريب ما قادروش يوصلو لشي حاجه ستون قدر يحقق رقم قياسي في التاريب وصل ل 208 كيلو ديالالبيضة وهادشي خلي الشيف ديالالتاريب يجيبه لعنده الفيلا ويتلقى بيه ويتلقى فيه ستون نورها حضر الحفلة ديالتاريج ديالجيني من الجامعة وخلص ليقى المصاريف ديالالقلاعي دياله وفي شريح امراته وصولاته من الجابة الفلوس كاملة وفي فترة قصيرة والأبوكه لاقا ولكن ستون ما قادروش يجاوبها وخلاها بلاكا شوي غادي بان الشاف ديالاليسابا اللي كان خارج يتعلم تير ولكن دريل اللي ما قادروا عليه وقتله وهدي جو حدخونا في بلاسته وما يتيقف حتى شي واحد وبالأخص ستون وهدي سيفطلق رجال دياله ووروه النظام جديد ديالهم وقالوا لي بللي اي حاجة كانت في النظام القديم غير ينساه وخاص ينف التعليمات بالحرف حيث اللي تفافه يجي في الزلافة فرقة المغافحة المخدرات والتي تراقب بأي طنوبيلة كحلا قد تشك فيها وهدي تصل لهم معلومات من هذا البرقق ديالهم بالسطون غادي يمشي لوحد لوطين وصلوا لوطين وطلقوا الدابت بالسطون ولكن مكتبانش لي خدام على الاسابة وغادي بللي محدخونا مقدر وغادي تلاحولي وفيش دخلوا لي للدال قوه ماشي هوق ولكن كانت عنده واحد ميكا في 15 غرام بشده وبيع فرقة المشاريح في القهوة وقلت أحد الدابت اللي يجي يقلب لي قوم جمعين ينصحوا سطون بشده في عائلته ويهتم بهم وما يدير بحاله اللي بقى تابعة غير الخدمة وفي الأخر واللي عايش غير بوحده وقلت يخرج من القهوة ومشى وخله فشكان غادي سطون في الطريق جيني صنات عليه وقلت لي بلي مراتوني عسف السبيطار حيث مريضة بثيف وتزاد على الحال وخاصه ضروري يجي لعنده دابة وقلت لي لا نستطيع أن نأتيه حيث عندي خدمة كثيرة وقلت لي نكعت عليه وقتعت عليه التليفون فوجه وقلت سطون بتأني بالضامر وقرر أن يرى مراتون بلا يعلم الإصابة حيث كانت عنده الخدمة فشافته مراتون وقلت لي كيف أستطيع أن تجيتي وقلت لي لم أمثيقة حيث لا يوجد شيء وقلت لي مهم على أن تجيت لعندك المهم أنا جيت وقلت لي راني فرحانة حيث انتماية وقلت تسوله يقول لي من جابت الفلوس بلا يكذب عليه سطون سيصارحها وقلت لي راني وليت كنهرب الكوكايين وهذا زمعي 300 كيلو فتنون وبيل على بره وبدأتك تضحق وحساب لها غير كيف تفلع لها وقلت لي بلين ما يهمني فلوسك وأهم حاجة هي بغي أنك تكون عايش معانا وما تخليش علينا سطون حس بتأني بالضامر وخرج إلى بره وقلت لمن بنته إيريس معها وقلت لي سمحي لي لديك شي كامل لترا وراني أب فاشل وما نستهلكم إصابة بدأتك يقلبوا إلى سطون حيث لم يوصلوا لهم بالسلعة وبدأوا يصونوا لي ولم يجاوبهم وقدروا البوليس يتجسوا على التليفون الواحد فيهم وكان سطون مازل مريح في الدار هذا مراته الذي قلت لي بللي كنت يحب حياتي والآلم دي الحياتي في نفس الوقت وقل لسطون بللي كيف يبغيها وقلت لي بللي هذا أغلى يوم في حياتي وغادي تموت فحضروا الجانزة دياله وسيلت سطون غادي يرجع للدار دياله ويوصلوا لي الإصابة وشدوا وقالوا لي روصيناك لما نفتش تعليمات دياله سيتموت وقال لهم بللي كان مريح مع مراته اللي كانت مريده وماتت وباللي ما بقى تهمه حتى شيئا وإلا بغاو يقتله هو مستعد وعاد فيهم صنو الشيف دياله وعود لي بلان كامل وقال لي غير خليه يكمل العملية ومن وراء قتله البوليس قدروا يرقبوا المكالمة ووصلوا لطنوبيلد السطون اللي كان وجوه كامل مدندق بالعصاق في الشد والعصابة دياله سيشده وقال لي ستون بللي ما بقى أهم شيئا وأهم شيئا في حياتي يملي حذرة النال لأخر دي المراتي ستون سيقدمه المحاكمة ووحد محامية بغاو يدفع عليه وقال لي بللي هذا الراجل الكبير والعصابة استغلته ومعارفه ولكن ستون سيقاطعها وفاجأ أم كاملين وقال لي أنا مدنيب وتعرف بجامع التواملة ضده ويحكموا لي وقبل ما يدوم الحبس توادع ملائيلة دياله نبين عليهم الضمان للوقت اللي كان ضيع فاش باعد عليهم وهكذا قصة ديالنا اللي كانت قصة حقيقية العبرة منها هي الفلوس مكتشريش كل شيء واللي عنده راح تلبيل عنده كل شيء في الدنيا السلام عليكم